السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أثن بريس في واحد من المدينة اليوم لأطفال السوريين في المدينة نحن نزور أحد المراكز اليومية للأطفال في مدينة أثينا عاصمة اليونان مع الأطفال السوريين اللي موجودين هنا معنا عشان نعلمهم أشياء كثيرة ماهو المستقبل المصير اللي حيواجهوا الأطفال هنا في هذا المكان اللي احنا بنتكلم عنه في منهم عندهم إقامة ومنهم ما عندهمش إقامة ومنهم بيستوى في الأوراق بعضهم صديق مباشرة بعضهم لم يتم فعله صديق، لكن يتجهونci نفسي ما هي مسؤوليتنا الآن؟ ما هي عصبتنا لنعلم أنهم؟ وإنبهار، وحسن، وإنبهار، وحسن، ومعstroكة ومعليمات، وعنيات، ومعظمات؟ ما هو مستقبل هؤلاء الأطفال تعلمهم لآباءهم لأمهاتهم لأقاربهم الثقافة اللهم نشأ عليها لدنهم لقيامهم لعقدتهم كل هذه الأشياء لابد أن نفكر فيها في جيل بينشأ أو ينمو أو يعيش أو يكبر في أماكن لم يتعوذ عليها مقابل All these problems you have to think about it especially with this generation who are going to be brought up in different culture different countries different contexts of the life different education different language and different to everything المسئولية هنا ليس فقط على شخص معين أو على جمعية هي بتحاول تخفف المعاناة عن هؤلاء أطفال لكن على كل فرد مننا responsibility is not only on an organization here or some organization trying to relieve the pressure on those children but on every and each one of us what is the future of every children of you what is the future of every children of you what is the future of every children of you ما هو مستقبل هؤلاء الأصفال أنا أردكم أن كلكم تنظروا أولهم I want all of you actually to look at them to look at them I want all of you to look at that children أنا أردكم كلكم أن تنظروا لهؤلاء الأطفال لكي تستطيعوا أن تنظروا في أعينهم لتحددوا كيف سنبني مستقبلهم فيما بعد أردكم أن أردكم أن أردكم أن أردكم أن أردكم أن أردكم أن أردكم على الأمور والأمور من هذه الأطفال وأن تنظروا عنهم وكيف تستطيع تنظروا المددور بلغة في غريسة أو أيضًا أو في أردكم سيريا هي ليست صورة بنأخذها أو فيديو أو فيديو إحنا بنسجله أو محاضرة بتقال لكنها مسؤولية في عيون هذه الأطفال الذين سيأتوا يومًا ما وسيقولون لنا ماذا فعلتم لمستقبلنا المسؤولية على كل من نفسنا يأتي في أمور ومع ذلك الذين سألت هذه الأطفال في المستقبل ماذا هل تستطيع للمستقبلنا كيف تتعلم لأمورنا لتعلم في المددور كيف تتعلم لتعلم لتعلم ومعنى 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 السؤال هنا سيكون من كل تفن هذه الأطفال هنا ما يكبرون لنا جميعا اللي قلنا نحن كيف سمحتم للحرب أن تقتل أبنائنا وأجدادنا وأقاربنا وسمحتم للحرب أن تفرق عقلتنا وتشردنا داخل سوريا وخارج سوريا السؤال المسؤولية على كل من يرى هذا الفيديو من يرى هذا الفيديو مننا جميعا فعليه وعلينا جميعا أن نعمل لنتحمل مسؤوليت هؤلاء الأطفال وغيرهم ساكنوا في اليونان أو في مكان أخر جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته